بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرارات وتوجيهات الجلسة الاعتنادية السابعة لاجتماع مجلس الوزراء في 14.02.2023 أولاً توجيهات السيد رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء لهذا اليوم طلع السيد رئيس مجلس الوزراء على إجراءات السادة الوزراء فيما يتعلق بمكافعة الفساد ووجههم بإجراءات واضحة يتم تحقيقها على أرض الواقع وذلك في ضوء توجيهات سابقة لسيادته تخص هذا الملف أكد من خلالها أن إحدى معايير تقييم الوزير ستكون في إطار مكافحته لملفات فساد سابقة في وزارته اثنياً وجه سيادته بمحاسبة المقصرين بتنفيذ القرارات الأخيرة الخاصة بمعالجة تقلبات سعر صرف الدولار ومخالفتها للتعليمات الصادرة ثالثاً التوجيه بالإسراع في تنفيذ مقررات مجلس الوزراء السابقة التي اتخذها في جلسة 17 كانون الثاني بشأن العمل بنقاط البيع بالبطاقة الألكترونية POS Point of Sale والتي من المفترض أن تتم المباشرة بها بحلول 1 حزيران 2023 رابعاً التوجه بالإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 28 تشرين الثاني 2022 والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني خامساً التوجيه بمتابعة قرار مجلس الوزراء الصادر في 27 كانون الأول 20-22 والخاص بتمليك أراضي الأيزديين في محافظة نينوة وجه أيضاً السيد رئيس مجلس الوزراء الوزارات والدوائر المختصة كافة باتخاذ إجراءات جادة وحقيقية من أجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والقطاع الخاص القرارات الموافقة على ما يأتي أولاً إحداء وزارة النفط 60 ألف طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت تحمل من منطقة المخطاف في المياه الإقليمية من الجانب السوري أو من يخوله بذلك لمساعدتهم في تجاوز آثار الزلزال على أن يتم تسوية مبالغ الكمية آنفاً بعد تجهيزها بين وزارتي النفط والمالية ضمن المستحقات المالية بين الوزارتين إثنياً إحداء وزارة النفط 30 ألف طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت تحمل من منطقة المخطاف في المياه الإقليمية العراقية من الجانب التركي أو من يخوله بذلك لمساعدتهم في تجاوز آثار الزلزال على أن يتم تسوية مبالغ الكمية آنفاً بعد تجهيزها بين وزارتي النفط والمالية ضمن المستحقات المالية بين الوزارتين تولي وزارة النقل تسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة والمتواجدين في سوريا براً وتركيا براً وجواً وتأمين نقلهم على أن تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تحمل تكاليف النقل وتقديم الدعم والإغاثة وتولي وزارة النقل تحيئة الباصات للنقل البري تعديل قرار مجلس الوزراء 2030 لسنة 2023 الخاص بتمليك قطع الأراضي للاعب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم والملاك الإداري ورئيس ونواب وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم ليكون التمليك استثناءً من مسقط الرأس والتعهد الشخصي والموافقة على ما يأتي أولاً تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ فؤاد محمد حسين صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية استناداً إلى أحكام المادة 86 من الدستور اثنياً إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازم باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على حذف عبارة لحين إقرار الضوابط من وزارتي المالية والتخطيط من قرار مجلس الوزراء مئتين وثلاث عشر لسنة الفين وثمنتعشر ليصبح نص القرار كالتالي الموافقة على توقف عقود المساطحات لعقارات الدولة وأراضيها عن فترة احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمحافظات الأنبار نينوى صلاح الدين ومناطق من محافظات بغداد وبابل وديالة وكركوك وحسب كل منطقة على أن يتم التريث في الإعلان عن الأملاك المبرمى عليها العقود واعتبار مدة التريث ضمن فترة التوقف أولاً إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن ودائرة التطوير والتنظيم الصناعي استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل بحسب الآتي أولاً فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج أصباغ الإيبوكسيات والأصباغ الحديثة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية اثنياً فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج شامبو غسيل الملابس بأنواع مختلفة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة ولمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية ثلاثة فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج معطر أرضيات وملابس بنوعيات مختلفة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة بشكل معجون جل وبشكل محالي لسائل لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية رابعا فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية خامسا تمديد مقدار الرسم القمرقي الإضافي بنسبة 100% الصادر بموجة بقرار مجلس الوزراء 280 لسنة 2016 من وحدة قياس منتج السقائر المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية سادسا فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 100% من وحدة قياس منتج كارتون بأنواع مختلفة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية سابعاً فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج أربعة أنواع من المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية ثامناً فرض رسم قمرقي إضافي بنسبة 20% من وحدة قياس منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها بي بي آر بي بي آر سي المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية تاسعاً قيام مزارة المالية الهيئة العامة للقمارق بتطبيق الرسم القمرقي الإضافي للمنتجات المذكورة آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً وقيمة الرسوم القمرقية الإضافية التي تتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له عاشراً قيام مزارة الصناعة والمعادنة بمراعاة ما يلي أولاً مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة باء بيان مدى قدرة الشركات الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار جيم تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني 11 تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية قمرقية أضافية على المنتج المستورد 12 ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ إصداره أيضاً إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي استناداً إلى أحكام المادة 14 من قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل بحسب التالي أولاً تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء 323 لسنة 2018 المتضمن فرض رسم قمرق إضافي بنسبة 15% من قيمة وحدة قياس منتج الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة ولمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية اثنياً تتولى وزارة المالية الهيئة العامة للقمارق تطبيق الرسم القمرق الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفاً وقيمة الرسوم القمرقية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له ثلاثة مراعاة وزارة الصناعة والمعادن الآتي أليف مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة باء بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار جيم تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني أربعة تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية قمرقية أضافية على المنتج المستورد خامسا ينفذ هذا القرار بعد 120 يوما من تاريخ إصداره شكرا ترجمة نانسي قنقر